بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفق وقولي صدق الله العظيم مشاهدين اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج ناس من ماس 25 يناير يوم مش عادي ليه الشعب المصري بيحتفل بذكرى 25 يناير لانه باختصار شديد عيد الشرطة كل سنة ورجال الشرطة البواسل بخير وام واستقرار مبلدنا احلى حال ان شاء الله باذن الله 25 يناير لو انا اتلمت على اليوم ده الحقيقة هو يوم تاريخي تاريخ 25 يناير لابد ان يقف امامه المؤرخون ووضعوا التاريخ اللي هما بيسطروا التاريخ لازم يوقفوا كتير اوي 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 عند 25 يناير ولكن 25 يناير عام 1952 ليه لانه باختصار يوم الكرامة اليوم الذي رفض فيه رجال الشرطة ان يتركوا مواقعهم ويسلموا سلاحهم رفضوا فيه الانصياع لاوامر الجيش البريطاني المحتل البريطانيين طلبوا منهم اخلاء مواقعهم وتسليم مبنى والمحافظة اللي هو كمدرية امن الاسماعيلية وقتها علشان يخلو هذا المكان لكن رجال الشرطة البواسل هو دي عقيدة الجندية المصرية دايما عقيدة العسكرية المصرية انه يستشهد وان يموت وان يراق دمه خير له من ان يترك موقعه وان يسلم سلاحه ليه لانها لان هو عنوان لمصر عنوان مشرف لمصر هنتكلم مع بعض النهاردة عن ليه الشعب المصري بيحتفل بذكرى 25 يناير اسمحوا لي ان انا اقدم يعني ما يتناسب مع طبيعة برنامجنا ناس من ماس اقدم ماسة حقيقية رجل من رجال الشرطة من العصر الزهبي لوزارة الداخلية اسمحوا لي النهاردة ان انا اقدم السيد اللواء دكتور طارق خيرت وانا اذا اردت ان اتحدث عن اللواء دكتور طارق خيرت فانا احتاج الى حلقات طويلة جدا لانه رجل علم دكتوراه في استخدام الذكاء الاصطناعي في ادارة الازمات دكتوراه في القانون الاداري من جامعة المنصورة دكتوراه في النظام القانوني للمحكمة الادارية لجامعة الدول العربية وغيرها الحقيقة كتير جدا مواقع عديدة جدا يعني لا يتسع المجال لذكرها فاسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اهلا بيك ساة اللواء اهلا بحضورة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على ما انعمت علي وأوليت وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الشافع لنا يوم الدين وبعد عليه الصلاة والسلام اهلا بحضرتك أستاذ سعيد وبوجه الشكر لحضرتك والقناة والقائمين عليها بوجه الشكر لكل صاحب فضل علي في المرحلة اللي انا وصلت ليها الاساتزيت الكبار في الجهاز اللي انا اقتشغال فيه و فرصة سعيدة جدا ان انا اجي شرف كبير لي ده شرف لنا يا فاني ومسادة المشاهدين لا يحضرتك أو كده السياحة اللي هو يعني الإجابة على سؤالنا المهمة أوي عشان الأجيال الحالية الصغيرة التي لم تعاصل ولم تقرأ ولم تطلع على التاريخ جيدا لماذا يحتفل المصريون بيوم 25 يناير طبعا هو الموضوع دوت معروف وتطرقنا ليه في كده مناسبة من مناسبات اعياد الشرطة اللي الشرطة وازاي انها لم تتخلى عن موقفها او عن مكانها او عن سلاحها وقومت لاخر وقت الاحتلال الانجليزي طيب يعني خلينا نقول برضو حاجة مهمة جدا لماذا لم تدرس 25 يناير عام 1952 ضمن مناهج كلية الشرطة يعني هل في مناهج في كلية الشرطة بتدرس هذا اليوم طبعا في مناهج ومندرس التاريخ بتاعنا ومندرس الدراسات المستقبلية كمان لو كنا مندرس التاريخ لكن في دراسات مستقبلية نستشرف اللي ممكن يحصل بعد كده لا يعني عشان رجال الشرطة يبعارفين يعني تاريخهم يعني التاريخ ده جزء كبير جدا من وجدان وذاكرة المجتمع المصري بحاله لان تضافرت فيه قوة الشعب المصري ايضا مع الشرطة يعني تاريخهم هو مش تاريخ الشرطة الوحدة بس حضرتك هو تاريخ البلد نفسية بزرد لان كله كان مجهود كله كامل مع بعضية فمش هو خاص بالشرطة بس ده تاريخ مصر تاريخ الرجولة المصرية والشهامة المصرية الشرطة المصرية نفسية او كده هو مش قاصر على الشرطة بس او كده هو بيتدرسوا بيبقى في دمنا كل رجل شرطة او كده عارف الحكاية عارف ليه 25 يناير اللي بنحتفل بيه كل سنة مش ياخدوا كيوم اجازة احنا عايزينوا كيوم تاريخي لا للاسف بقى ان الاعياد دية بتبقى تعب علينا احنا يعني عيد الشرطة مش حد رايح فيه هتلاقي كل الزباط في الخدمات عيد صغير عيد كبير بيبقى كل الشعب بيعيد احنا كزباط الشرطة ملهمش عاياد للاسف او باخدها بعديها نعم سيادة اللي هو الذين طلبوا من رجال الشرطة في الاسماعيلية ترك مواقعهم وتسليم سلاحهم هم المحتلين اللي هم ايه جيش بريطانيا خليني اتوقف عمد 25 يناير اللي هي ما اطلق عليها صورة 25 يناير 2011 لو اردنا ان نجمع الحقبة الزمنية بين 25 يناير 1952 و 25 يناير 2011 وجه الارتباط هل هو نفس العدو الذي كان بطلا اللي وقعت 52 هل استطيع ان اصرفه ان هو السبب في 2011 طبعا ليه دك لانه عاوز يمحو الزاقرة ده هي بتاعة شجاعة الشرطة الماصر النفسية عاوز يمحيها من التاريخ لكن للأسف هم فشلوا واكدوا لغاية دلوقتي بتيجي عياد الشرطة او كده بنحتفل بها انها عيد شرطة اللي هم كانوا عاوزين يلغوم التاريخ يعني فشلوا في المخطط اه طبعا يعني كانت فرصة لهم ان هم المخطط ده انه يقضي على كلمة 25 يناير اللي وقفت قدامهم الشرطة او كده يعني ازا استطيع ان انا يعني ااكد المعلومة ان هم اه في 25 اجتمع اه قوى العدوان ايات خافية على انهم يختاروا ايام معينة لما يطلق عليه الربيع العربي فاختاروا يوم 25 يناير طيب اه ليه 25 يناير تحديدا يعني ليه اليوم ده تحديدا لان الشرطة المصرية اثبتت قوتها وشجعتها ضد الاحتلال من جليسي تمام وبقيت متوسقة في التاريخ طيب ما حدث في مصر في 2011 كان جمعة الغضب كان 28 يناير تمانيا لماذا لم نقول صورت 28 يناير بل اختارنا 25 يناير ده السؤال اللي انا عاوز اسأله ليه ما قالش 28 لا لا لك 25 يناير لان العقدة اللي عنده هي 25 يناير على مدى التاريخ كله اهو كده لو رجعنا الى الخلف سيادة اللواء الى الماضي بتاعنا هنقول كان دايما نقوله الست لما بتخوف ابنها تقوله اه اجيب لك الشويش عشان يبطل عيات مش عارف ايه كان فيه فجوة موجودة قالينا اعترف ان كان فيه فجوة موجودة بين الشرطة والناس تعتقد دي كانت هي الصغرة التي قفز من خلالها المخططون لهذا الامر طبعا هي صورة ذهنية عاوزين يرسموها بس العسكري اللي كان بيخوفوا بيدها كان عسكري انجليزي مش العسكري المصري يعني ده مش المصري لا ده مش المصري بس عشان يحطها بتزرع حاجات غلط احنا بنزرع حاجات غلط عشوائية بدون ما بندري نعم زي ما بنشوفها مثلا في ماشات كورة واحد دخل كورة بيده وتحسبت نعم واحد ابني جنبية واح روح مهالي لقول ده فلانه دخلها بيه دي نعم او كده بزرع جواه عملية الغش بصبوط وكد نعم انت ممكن بنستسلها اونا فرحت الفريق بتاعي كاسب لا بس انت زرعت زرع غلط من الاول المزبوط ده اللي هيكبر حتى تتوقع يكلم بعادله وبامانة لا اديله مثل على اللي دخل على طلع كورة اوط رح دخل جون زي علي خليل نعم رح جاري على الحكم وقيل له لا الكورة دي ما دخلتش جون الشبكة مقطوعة المزبوط فانت احنا بنزرع فيقول له ايه اشرب اللبن يا حبيبي بدل ما ايه جيب لك العسكري ده العسكري ده اللي بيحميك يعني انت صدرت الصورة وفضلت تتوارس عبر الاجيال طبعا طبعا بحسن نية بنعمل حجاب بنعمل كوارس بحسن نية لذلك بندرس ايه المدخل السايكولوجي في التدريب دلوقتي وفي التعليم العملية الادراقية نعم انت بتخلي بالك ده انت قدوة لابنائك انت قدوة للشعب اما بتلاقي ان انا لبس رسمي ميري نعم وشدد الحزام انا بقول بوصل لك رسالة من در مكلم ونزل تقول لك الحكومة يعني يطلق لك بالحكومة الحكومة ايوه انت بتمثلها او كده انت اللي بتحميه نعم انت اللي بيدرى فيك من الخوف يجري لك انت لانك انت اللي هتحميه لكن احنا مندي صورة زهنية من صغره خلي بقى اشرب اللبن ياه ما هنجيب لك العسكري لا ده احنا نكافقه او كده نعم يعني شايف حضرتك اني اني بدأ دلوقتي في التقدم الحديث يتم تدريس مناهج للجزئية اللي تراعي فيها الناحية النفسية حتى للزباط نفسهم طبعا بنيدي ما في الدورات اللي احنا منديها دلوقتي آآ معالي الوزير متكلم تطوير المناهج النفسية او الدورات التدريبية نعم ادخل المدخل السيكولوجي المدخل السيكولوجي المدخل السيكولوجي والعملية الادراقية مش كل الناس بتفهم زي بعضيها انت بيقدمك صورة وكل واحد بيفصرها بطريقة تانية مثل زي واحد اقولك ايه ده واحد 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 يقولك ايه ده بيقول ايه واحد ده اصبع مظبوط واحد يقولك الله كل ان يراها وفقا لمعتقدات معتقداته اه وهنتكلم بقى فيها وكدهات ليه ده بيقول كده وده ليه اما اجي يكلمك عن الزكاء الاصطناعي بقى نعم والتحول الرقمي حبتدي اقولك ليه ده شافها كده وده ليه شافها كده ده بقى بيبتدي بيتدرس دلوقتي العملية الادراقية ليه بيفهم غلط مظبوط زي اللي قتل الشهيد السادات الرئيس السادات الله يرحمه وتلعب يقولك احنا غلطانين ان احنا موتا ده عملية الادراقية عاوز يفهم فيه ناس عاوز تفهم يعني هؤلاء فيه ما يحجب زكاء وفترة الارتكاب الجريمة نفسها طبعا نقص في معلومات معينة عملية الادراقية مش مدرك للحدث اللي هو بيعمله نعم ما عندهش معلومات اديله معلومات تأثر في مشاعره تأثر في سلوكه نعم انا عاوز اعدل من سلوكك اديك معلومات اللي هي تغير في مشاعرك غيرت في مشاعرك هتغير في سلوكك بزلط انت عندك حضرتك مثل انا دلقتي معي كوباية مية روح تدلق على واحد روح قايم ضربني نعم ايه ده اللي يدلق عليها المية واحد تاني دلقت عليها المية بصيلي وميديه ايه المجنون ده نعم واحد تالت دلقت عليها المية دحك اه الاولاني قالك دي اللي اتقدب منه ما يعرف ديش شو بيعمل كده اللي دحك دحك ليه قالك اه ده طريق خيرت ده مدرب ولازم بيعملها حاجة تدريبية بزلط وعشان كده مات على روحه بالضحكة او كده بزلط ولك باع كبير في ادارة الازمات كلا نقول ما هي اهم الازمات التي تواجه رجال الداخلية هذه المرحلة والله الداخلية بتقابل كل الازمات في كل المجالات بتصب عندها في وزارة الداخلية نعم يعني لو كل جهات شايل شغلها صح حتقل الازمات اللي بتتعرض لها وزارة الداخلية وبعدين بتكلم على ادارة الازمات للأسف انها بتتفهم غلط مش الازمات لما تحصل الازمة انه في فرق بين اننا نواجه الازمة وفي فرق بين ادارة الازمة مزبوط ومواجهة الازمة دور رجال السلطة العامة اللي هم بيتواجهوا مع الواقع وعارفين امكانياتهم ايه وكده طب انت بتاع ادارة الازمات انت دورك ايه قبل ما يحصل الازمة ابتدي ادرس وعمل سيناريوات وادرب عليها نعم اما تحصل الازمة نقعد رجل على رجل كده شابكو باية الشاي واتفرج يا طرنتم بتعملوا ايه و ايه النقص و ايه العيوب في السيناريوات اللي انا دربت عليها نعم ابقامل زي كوتش كده خارج الملعب مزبوط او كده دور انتهى كده لا فيه دور مهم جدا بعد الازمة واحتواءها استعدت النشاط نعم ما عودش بقى جنب البتاع اعضلتم وصوت ويلحق وعملنا وحصل كذا وكلام من ده لا خلص حفلة في فندق يوم الصبح وبالليل راس السنة يامة حريق ادفى بسرعة غير دهانات كلام من دنيابة كل حاجة كده والحفلة تعمل في نفس المكان وفي نفس التوقيت نعم هي دي قدارة الازمات او كده اللي السيطرة على الازمة ثم اعادة يعني وجه جديد استعادة النشاط احنا بنقول عليها استعادة النشاط نعم او التعافي من الازمات نفسية وكده ليه كدر قبليها وتدريبات وإشارات انذار مبكر اخلي بالي لان هممكن تحصل كذا فيه مؤشرات قبل كل ازمة لازم اخلي بالي منها ملحقتش بعد ما نحتويها ونخلص علي نبتدي بقى استعادة النشاط نفسه نعم نستعيد النشاط ونرجع احسن من الاول هي دي ادارة الازمات او الثقافة اللي عاوزين نوصلها بالضبط ولازم ننشرها لرجل الشارع العادي مش ان انا اخدش ردها وحطها وورا دهري وقول دول ما بيفهموش دول مش عارفين ايه ده المطرة منازلت غرأت الدنيا المقلوب ان كل واحد في حياته فيه ازمات طبعا كيف يسيطر عليها طبعا ان كده سيطر عليها او كده فلازم ان انا وصلها له وصلها له بطريقة بسيطة لرجل الشارع مش ان انا هكلم علماء لا انا هكلم رجل الشارع لانه ده حيبقى شريك معايا في دارة الازمات نفسية او كده مش العلماء بزر طيب يعني خليني برضو اقول هل تمثل يمثل التطور النوعي للجريمة والجريمة المستحدثة وحلاك عارف احنا استاذنا وعارف العصر الالكتروني دلوقتي بقى فيه جرائم مختلفة الشكل عما كان يعني زمان كان فيه جرائم محدودة الفكر كان محدود دلوقتي بقت الجريمة متطورة هل يمثل ذلك ازمة من ازمات وزارة الداخلية وكيف يمكن التعامل معها طبعا عملية الزكاة الاصطناعي ده امر واقع وفقامة الرئيس اما اتكلم وقال لك في الخطبة بتاعته الزكاة الاصطناعي قال لها كذا مرة قاري اللي بيحصل في العالم كله اما بيقول لك الزكاة الاصطناعي اما من اللي الجامعات فيها كليات خاصة بالزكاة الاصطناعي نعم انت دورك ايه انت مستني ايه نعم مش مجرد ان احنا سمعنا خطبة او كده هو او كلية عملت لا احنا دورنا كمواطنين لنا دور كبير اوي في الزكاة الاصطناعي وفي التحول للرقم نعم هتقول لي لا دي خاصة بالعلماء وكده هقولك لا انا عاوز اكلم رجل الشرع العادي بس انت لو اخو بس مداخلة تليفونية ودرك على الزكاة الاصطناعي تاني حاضر معايا اتصل تليفوني ادهم سعيد السلام عليكم عليكم السلام انا اولا بحب اهنئ الشعب المصري كله ورجال الشرطة المصرية البواسل باليوم الجميل ده ذكرى 25 يناير وطبعا بهنئ حضرتك وبضيفك الكريم سيادة اللي هو اهلا بيك اسمحولي اني احتفل معاكم باليوم الجميل ده واقول لك جزء من قصيدة للشعر الكبير عبدالله حسن اهلا بيك تفضل تفضل اللي كان ماسك ايديا لما كنت في يوم بعع اللي كان قد الوجع اللي يستاهل سلامي وابتسامي اقصى ايات احترامي للي دفعونا التمن اللي عمره في يوم ما بعني واللي وقت الشدة سعني احترامي ليك ويعني احترامي للوطن ده جزء بسيط من قصيدة طبعا عشان وقت البرنامج يا رب يا رب مصر شكرا 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 جزيلا شكرا 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 شفت حضرتك بقى لا كلام رائع ادي ايه الشعب المصري بيحب رجال الشرطة وادي ايه ذي رسالة من شباب بيحب الشرطة ادي ايه طبعاً آه هي دي الصورة أو الروح اللي احنا عوزينها فعلاً أو كده هو إن رجل الشرطة ده هو ده اللي بيحتمي فيه أي مواطن أو كده سيادة اللي هو أكونوا بنتكلم على الزناء الزكاء الاصطناعي الزكاء الاصطناعي في التطور الجريمة وهل ده بيمثل عقبة أمام وزارة الداخلية أزمة من الأزمات أم لا شوف حضرتك الجو برد أو كده هو هل أن أنا أقفل على روحي ودول مؤامرات ودول بيعملوا ولا أنا أواكب ألبس شاكي التقيل أعمل كده وانزل الملعب واجه لازم أواكب أو كده لازم أواكب أو كده هو إحنا شوفنا دلوقتي الزكاء الاصطناعي داخل في كل حاجة نعم في كل حاجة داخل فيها أو كده هو لدرجة أنه داخل في عمليات ممكن التفاوض أنت ممكن بيتفاوض برنامج مع برنامج تاني نعم يعني أنا ليه كتاب برضو متكلم على السيكولوجيات التفاوض باستخدام الزكاء الاصطناعي أو كده هو نعم فلازم قبل أن نتكلم عن الزكاء الاصطناعي نتكلم على عملية الإدراقية علشان إما نجي نعمل البرنامج بتاعه هنجيب منه تفكير غير تفكير الإنسان فلازم نعرف الإنسان بيفكر إزاي فمندرس العملية الإدراقية أو علم نفس الإدراكي نفسه أو المعرفي بحيث نقدر إن إحنا نعمل برامج نقدر نعملها في مجالات كتيرة مختلفة زي عملية التفاوض مش لازم إن أنا مثلا بقى تفاوض مع واحد إرهابي إن أنا أكون أول ما ببقاش فيس توفيس نعم بيبقى من طريق أجهزة يعني ممكن إن أنا بشغاله على أجهز برنامج للتفاوضي بيبقى منتخزن فيه معلومات أحسن واحد في التفاوض من غزي البرنامج ده فبيبقى أكتر صلاحية إنه هو يقدر يتفاوض من أم جيب واحد وما يكونش عنده كفاءة فيه مجالات معينة نعم فلذلك بنرجع لعملية التفاوض لعملية الزكاة الاصطناعية عملية الزكاة الاصطناعية برضه إذا لاتن رجل الشرطة يواكب الزكاة الاصطناعية اللي هو بيعقب الجريمة اللي هو يعني الشخص اللي هو بيرتكب الجريمة بمدلول الزكاة الاصطناعية لازم يقول عندنا إحنا ما يقاوم ده هو حضرتك المفهوم بتاع زمان كلية الشرطة ويلعبوا بوكسينج وقراتي والكلام من ده ده على جنب ماشي أوكي موجود دلوقتي بقت علماء نعم زباط الشرطة علماء في مجالات وتخصصات كتيرة مختلفة نعم متزي الأول هاي وحتى فيه إدارة خاصة بمكافحة جرائم الإنترنت جنب جرائم الإنترنت فيه كمان الشرطة الطائرة والحاجات دي وقيدات وطيارات وحاجات كده نعم يعني مش كل حاجة بنقدر إن احنا نقولها أو كده نعم بس هنا مواكبين وعارفين إيه ممكن إيه حصل أو كده أنت ممكن تلاقيه بالتفاوض معاك أو كده ويطلع هو مش بني آدم ده جهاز روبوت هو اللي بيتفاوض معاك جهاز جهاز ديت أيوة ممكن بيتفاوض معاك ما أنت فيه في أجهزة ما بتيجي دخل عليه بيقولك أنت إنسان ولا آلي مزبوط حضرتك بيسألك السؤال على تويتر ما تجي تعملش اشتراك في تويتر هل أنت إنسان عادي ولا بتاع فإذا كان لستماع خلاص يعني إحنا شغالين فيه بقى لغة العصر بقى لغة العصر ولنملاحظ حتى السيد الرئيس في بعض الجامعات الأهلية دلوقتي دخلوا فيها عنصر الزكاء الاصطناعي عملوا كليات كلية مش مادة كلية وفيه كليات أهم للزكاء الاصطناعي بس موظم الجامعات فيها يعني حتى بصرف النظر عن فيه كلية خاصة بس بموظم المناهج الدراسية في بعض الكليات فيها جامعات الأهلية إنترنت الأشياء إنترنت أوف سينجس ده عبارة عن إيه إن كل حاجة بتبقى لها كود وعلى الإنترنت مظبوط ده دلوقتي ما بيقولك هيكود العقارات والحاجات دي ليه ده دلوقتي فيه البلوكشين بلوكشين ده اللي بيتكلم عن إيه باختصار خالص إزاي تقدر تبيع وتشتري لو أنت عاوز تشتري مني الباب بتاعي أو فيلا بتاعتها تعملي نعم هتجيب فلوس بالبنك وتروح الشهر العقاري عشان ننقالهم مظبوط صح صح دي كلمتين لكن إني الوقت اللي أنت فاضي فيه وأني وقت اللي أنا فاضي فيه طب تجيب تسحب الفلوس الأول ولا نقلك الملكية بتاعتي الأول بزرط ممكن يحصل لغط هنا وممكن يحصل لغط وما تقدرش وفي الغالب يحصل لغط خمسين أكتر من خمسين ألف في اليوم مظبوط لو بحديك خمسين ألف ونقلك ملكية الفلا بتاعتي عملية صعبة صعبة مش شغلان مظبوط لا البلوكشين دلوقتي تطبيق على القناة بتاعتي على اليوتيوب اللي هو دكتور طريق خير هتلاقي بزر الفيديو عليك موضوع ده نعم أنت ممكن تطبيق أبليكيشن معينة أنقلك الملكية وانت تنقل الفلوس في نفس التزامن مع بعض في نفس التزامن وحاجات تبقى مضمونة مظبوط مش لسا تروح تاعين ولا ده ورق مضروب وفلوس مش عارف إيه وكلام لكن ده ساتة لواء يختلف عن العملة الإلكترونية اللي اسمها البيتكوين آه البيتكوين البيتكوين حان ماهو ده برضو نتاج للكلام من ده أنت داخل في طريق لكن مش معترب بدا في بعض الدول أو في أغلبها منها مصر حتى لا بس البيتكوين ده مش موجود في مصر آه بس البلوكشين ده حضرتك اللي بقولك عليه ده هو ده موجود في دبي وفي سنغفورة وإسكتلندا في كذا دولة أو كده هو يبتدوا يعترفوا به مافيش بقى شهر عقار يروحوا وفتح الدفتر والكلام من ده ده واقع اتطبق يعني احنا قدامنا كم سنة وممكن يتطبق الكلام مش كم سنة هو متطبق يعني حاليا فيه كلم في مصر لا هنا في مصر لا في حاجات ماشيين فيه لا احنا نتكلم في مصر يعني يعني احنا قدامنا قد ايه فترة زمنية عشان نساير هذا التطور طب احنا كده هنتكلم بقى في الكلام الغلط في الكلام الشمال لازم كل بيناتك تبقى صح مظبوط طب احنا بيناتنا مش صح لا ايه ازاي طريق خيرك بيلعب فريق كذا جاب كم كرة بيده عميش هندخل في عاجاتها اقولها لك بطريقة مبسطة وصريفة نعم جاب كم كرة بيده كم مر عمي بروحه وقع وعشان تحسيب له بالن هل ده هحسيب له جوان دي صح لا مظبوط يعني يشترض عشان فريق ليفاربول جايبين خبراء تحليل معلومات واحد عالم فلكي فيزيقي مش عارف ايه عشان يحلل كل واحد سرعته قد ايه جاب كم جون عمل كذا البينات بس هو انا بأكلمك الزكاة الاصطناعي هو انا عاوز الراجل اللي في الشريح هيعملي زكاة الاصطناعي او اللي انا هعمله لا مراحل اعداد مراحل اعداد اللي هي اهم حاجة البرنامج ده سهل عندنا من الكفاءات في كليات حسيباته معلومات عبقرة مظبوط بس ديني معلومات مظبوطة دي حاجة دي دي الجزئية دي اعتقد ان القيادة السياسية دلوقتي بتعمل شغال عليها هو ايه اللي منجح المؤسسة العسكرية المعلومات معلومات ومظبوطة بيناتهم مظبوطة من ملك المعلومات ملك قريبا كل جيه ملك المعركة في وزارة الداخلية وكده هو ايه اللي بيعلي ادارات وهي تبقى الطب فعنده بينات مظبوطة دقة المعلومات دقة المعلومات لانك هي دي اللي انت هتبني بيها الزكاة لسه نوع هتعمل عليها شغلك مظبوط طب انا هاخد فاصل قصير جدا ونرجع نكمل الحوار بالشايد جدا معه معلهش هاخد فاصل قصير ونرجع نستقنف الحوار بتاعنا من جديد جسمك مليان وشبح السمنة بيطردك عندك بروس وبعض مناطق الجسم ومحتاجة لحد عندنا في مركز امورا كلينك احدث الاجهزة هتقولي وداعا للطرق التقليدية ورياضة العنيفة حسن جسمك ضعيف ومحتاجة تغذية عندك مشكلة الشعر الزائد وجربتك كل الوسائل تعالي بسرعة امورا كلينك هيخلصك من كل متعبك هنشد الجلد وهنحرق الدهون باحدث التقنيات وهنضيف لجمال الجمال احنا كمان بنوفر لك خدمات تانية كتير منها علاج الانزلاق الغضروفي وعلاج تيبوس المفاصل وعلاج خشونة الرقبة والرباط الصديبي وعلاج الشد العضلي المزمن وشكل الاوطار وعلاج التشوهات القوامية ودأهيل حالات الطب الرياضي وكمان بنوفر التدليق الطبي وبرنامج رياضي قبل وبعد الولادة وعلاج دمور وضعف العضلات الناتجة عن بعض الامراض العصبية او تقدم العمر احنا بأمورة كلينك في انتظارك في مدينة الشروك جراند مول الدور الاول عيادة 7 خلف منزين التوتل على رابط الاوسط للاستفسار يرجى الاتصال على زيرو مية تلاتة سبعة أربعة تسعة اتنين زيرو تمانية او زيرو اتناشر تمانية احداشر تمانية 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 زيرو خمسة اشتركوا في القناة اجدد التحية لحضراتكم واجدد الترحيب بضيفي السيد اللواء دكتور طارق خير سيادة اللواء لك مصطلح معروف اسمه الارهاب البيولوجي ايه معنى الارهاب البيولوجي هو مش المصادة بتاعنا او كلام يعني حدك ترديده بس اه انا بتكلم عليه او كده انا بالنسبة انا ك ادارة ازمات بنحط احسن سيناريو اسوأ سيناريو انا بحط اسوأ سيناريو يا رب اطلع كداب وكلامي غلط انا حطه في دماغي ان ده ارهاب البيولوجي الهدف منه اعاقة الشعب المصري الشعب المصري اللي وقف على رجليه بقنا قوة عزمه المصريين معروفين وعندهم ميكانيات ايه واحنا اللي مشغالين دول العالم بكل المصريين اللي على دول العالم دي احنا اللي مشغالين العالم كله ده حقيقة حقيقة لازم يضعفوا في ده ولازم يعودوا يفقدون الثقة في نفسينا او كده طب زي ايه انا بفترض ان احنا مش بفترض انا بفترض السيناريو اللي هو ده ارهاب بيولوجي موجه لينا وبنشوف مرة يطلع لك الفلوانزا الخنزير الفلوانزا الطيور الفلوانزا البقر نعد ندبح في دول ندبح في دول يجي الايدز يجي مش عارف ايه الايبولا هما راحوا فين دول وقت كوفيت تسعتار اوما راحوا فين دول وقايل الكلام ده في كتاب عامله في الفين وستة قلت لازم نجهز ونعمل نفس الاجراءات اللي احنا بنعملها دلوقتي يعني حضرتك من الفين وستة بتنادي بالاقتئات اللي هي مفروض تعمل دلوقتي اه مكتوب وموثق في الكتاب اه ويتعمل كمامات ويتعمل اجراءات والحاجات دي كلها او كده سيادة الوقت هتفرق كتير معانا لو احنا اتبعنا هذي يعني استجابة الدولة للجزئية اللي حق اشارت اليها دلوقتي اللي هي الاحتياطات اه في ادارة الازمة عند الوقتي يعني ان هنعملها دلوقتي ما تعمل يا بي مواضيع التعبير بتعادة حتى في المدارس ما تقول اكتب لي موضوع عن كذا حاجة تخيولية نعم انتشار مصر كذا طب نعمل ايه طب هنشتغل ازاي طب هنعمل ايه في المسارح في الافلام في الحاجات دي ما تعرضوا قصص زي دهية قصص اه تبقى نكحة وفيها توعية وتفوقنا مزبوط ده هو ده الجمال فعلا هو ده الجمال بتاعنا بلاش الاسفاف مزبوط كله مشترك مع بعضي في المنظومة ازاي نواجه او كده هل حنقضع في بيوتنا ونقفل طب شد ده يعني موضوع زي الكورونا ده يعني كحرب بيولوجية زي ما احباك تفضلت وقلت طب دي موجهة المين موجهة لينا لينا حنق طب مين اللي عملها مش عاوزين نتكلم بقى كده هو هنقول بصرف النظر اه طب اللي عملينها هم اكثر من قصيبوا بيها يعني احنا نسبة الاصابات عندنا اقل مكتير طب تعالى بقولك الحوار من ناحية بقى تانية مدام عاوز تتكلم في النقطة اتصب بحر الكورة الارضية هل موجودة قدامك نعم فيه ناس بتاكل وما بتشتغلش مظبوط وفيه ناس بتشتغل وعددها قليل مظبوط الموارد اللي عندك على مستوى القرى الارضية مش ملاحق الزيادة السكانية مظبوط حل انت بقى طب هم ها يعني لما هم يعملوا الاتجاه ده كده يعني قدامك حلم اللي اتنين قوم اشتغل اللي ما بيشتغلش حيشتغل مظبوط ولازم يبقى كل هدفنا العلم والتقدم والصراع دلوقتي بقى صراع على في العلم او كده هو اللي يقدر يوصل للأول نعم للبتاع حتقدر تجيب موارد جديدة او كده هو للبترول حنيقدر نستفيد للنطقة الشمسية حنيقدر نعمل كهرباء حنيقدر نعمل كذا يعني نلاحظ حضرتك يعني بدأت الكارثة في الصين تمام وكانت الصين من اكثر الدول اللي حصدت ارواح بسببها في الاول تمام يعني احنا نسبة الاصابات فينا قليلة هل هم يعتقدوا اننا غير قادرين على مواجهة الازمة مثلا ولا ايه بس احنا قدرنا الازمة اعتقد بنجاح يعني طب انا دردنا بنجاح وكده ودردنا نتعامل معها وكده هو بس ده عاوزة برضو نقوعي من الشعب المصري أو كده هو لو كنت بيقول ان احنا لازم نشتغل ونعمل بس لازم نبقى واخدين الاجراءات بتاقوي الاحتياطات بتاعتنا وده دور برضو من ادوار وزارة الداخلية لا ده عاوزة وعي بقى وعي من المواطن نفسه أو كده مش وزارة الداخلية هاقف اقولك البس كمامة انت بتستهبل هلازم الكمامة أو كده كمامة موجودة في الجيبي انا قليحة بس عشان في البرنامج أو كده نعم او في منطقة وعي دي مش عاوزة عسكري على كل دماء كل واحد يعني لازم الشخص يكون لابسها مش خايف من الخمسين جنيه الغرامة لازم يكون هو لابسها عشان يكون كورونا اه مش اللي في ميكروباس ومعلق كمامة والاركب يلبسها أو كلام من ده بيتنوبوها مع بعض بيتنوبوها مع بعض لا ده فهمه وثقافه نعم وعرفه والتوعية والحاجات دي كلها مهمة لازم تعرف انك انت مش بتحمي نفسك وبس انت بتحمي بلدك احنا في صراع مع دول كبيرة مصبوط واحنا من اقوى الدول اللي بتعمل لها حساب ولازم تبقى عرف انك انت مصري مستهدف نعم ولازم تقود على الموضوع بجدية ما فيهاش هبل ولا هطل ولا كلام من دهوت نعم لازم الموضوع بجدية انت مصري اه حخاف على صحتي وحخاف على صحة اللي حوالي كلهم او كده مش مسألة ان انا عاود اهرج مع العسكري مش احشيلها او البيسة او كده لا هي ما وبيحطها في الاكملة بس اه ودخل على كمين اه عشان بيتفعش الغرامة لا لا دي عاوز اقتناع من جوه انت عرفته وعرفت الاضرار وشفت الناس اللي راحوا ضحايا وماتوا او كده المفروض تتعدل من السلوك اجبا تغير من السلوك طب سيادة اللواء يعني انتقل الى جزئية ربما هي تهم كل الناس وهي التعامل في اقسام الشرطة وحقوق الانسان مصطلح حقوق الانسان احد المصطلحات اللي هي اتصدرت لينا في فترة تمهيدا لعملية 25 يناير 2011 كان قبلها مشفايا عادوا يتكلموا عن حقوق الانسان والمساجين ومش عارفه جمعيات المنظمات الحقوقية يعني كل دي انا اعتقد انها كنت مراحل تمهيدية يعني طيب خلينا اتكلم على معاملات الشرطة داخل الاقسام في هذه المرحلة هل طرق على مناهج كلية الشرطة ما يلزم ضابط الشرطة باحترام حقوق الانسان خاصة بعد 30 يونيو من قبلها 25 جناير ده حضرتك ما علي وزير الداخلية عامل قطاع لحقوق الانسان ايو لكن هل مفاعل القطاع ده الاهم عامل له قطاع في مناهج وده ورب كنا من القدب ياخدوها دلوقتي عن حقوق الانسان نعم دي ضروري لان ابتدى بقى فيه وعي حتى كما نما درسوا المدخل السيكولوجي والسيسيولوجي وشافوا اهمية اندك انت ازاي تعمل الانسان لان انا ممكن اخلق مجرم بالطريقة او بالاسلوب الخطأ ان انا بتعامل مع المواطن عادي وعمله بطريقة سيئة ده ان انا بخلق مجرم او كده فاحنا المفروض ان معه يقعد اهين واحد قدام مراته وعياله متوقع ابنه حيطلع لا هيبقى عنده عقدة الانتقام ها طبعا يعني عنده عقدة الانتقام بتحصل اي حاجة زي ما شوفنا احنا او كده تلاقيه عاوز ينتاقم يحرق يعمل او كلام من ده ليه انا بيني وبين المواطن ايه القانون نعم بطبق القانون وحتى امعرفه انا مفيش خصومة بيني وبينك انا بطبق القانون وبودك على النيابا يا رب تخرجك تخرجك مش عاوز اي حاجة منك او كده يعني بقى في معالجة لعدم عودة رجال الشرطة الى ما قبل 25 يناير وعدم تكرار السيناريو اللي حصل تاني اللي هو حصل سيناريو الاخبار اه الشرطة قوية وبتضرب تمام وكل حاجة بس في المكان الصح بتراعي الاخلاقيات ومبادئ معينة في معاملة الجمهور نعم يحافظ على حقوقه او كده او دي من واجبات الشرطة ومن اهم واجباتنا المحافظة على حقوق الانسان حقوق المواطن نفسية او كده او كده او كده او كده او كده طب ساتل هو يقودني هذا للحديث عن وسائل التحقيق داخل الاقسام وسائل التحقيق هل يتم تدريب رجال المباحث تحديدا على التطور الحديث للتحقيق اما زلنا على عقيدة يعني الاعتقاد السائد لدى الشعب المصري انه هو لازم الشخص ياخد علقة والطريحة التمام في الانسف عشان يبطل يعترف واصل المتهم يعني آسف في التشبيه لبط وبتاع حوارات وسيناريوهات فعشان كده لازم يتعامل معه بطريقة الطريقة الايدي والعنف والحاجات دي دلوقتي يبقى فيه اعتقد طرق حديثة للتحقيق هل ده مفاعل في رجال المباحث هل فيه دورات تدريبية اه طبعا اه طبعا ده اللي بيلجأ للعنف ده اللي ضعيف لكن الظابط القوي او كده ده بيعد بيتكلم بس يعني انا شفت محققين وقسات زالية اكبر او كلام من ده ما بيتكلمش مجرد من عينيه كده وبيخلي له قدامه بيسترسل او كلام من ده البادي لانجوج نفسية او كده من عينيك من الحاجات دي كلها بتدي المحقق خبرات انت مثل بتشوف واحد في الاكمنة ييجي يبص في الميكروباس او كده او يبص يقولك تعالي انته وتعالي انته عبوناء انا على ايه نزل قبل كده وبتطلع لازرريده صح وبتطلع صح اه عنده سواب بتطلع اه يعني انا ليه ايهاب اقويا وكان صغر مني وكان مساعد وزير كان برضو في كمين على 6 اكتوبر نعم نزل واحد بتالي الولد ده اتشغال في عيادة اسنان وسرق الدكتور بتاعه واخد العدة وماشي ما كاش يتحرر له محضر بقى لسه ولا ده كان لسه طازة ده ايهاب اقويا راح مكلم الدكتور في البيت وهو نايم قال له انت عندك ولا يقال له كذا قال له طب احنا مسكينه كان لسه قابد الحاجة نعم ده جاية منين قعد له مثلا خمس سنين على كبري 6 اكتوبر في الحر في البرد ينشف يعمل عمال ينزل ويتكلم ويشوف مقلب في الدنيا فعاد بيكتسب خبرات بيكتسب خبرات دي جاية منين كمان في البيت نعم اما انت تدخل على اولادك مين اللي قصر كذا توقفهم قدامك مش انا يا بابا مش انا يا بابا ولد تعالي انت مش انت اللي قصر ها الولد يطلح هو اللي كذا يطلح هو دي في الامهات موجودة الحكاية دي تنعرف مين اللي عملها او كده فده مش سحر ولا شعوزها ولا بنقرأ كف ولا كلام من ده تدريبات مع مهارات انك انت بتعملها مهارات حياتية نعم يعني ما ينفعش انا اشغال في حتة ما فيهاش احتكاك وابقى انا ازابي ببوليس وانا قدر اقول ده الودة واعتقد سيادت لو امكت سيادتك اشتغلت كمان في اماكن حساسة داخل وزارة الداخلية في اجهزة المعلومات اعتقد ان الضابط المعلومات كمان اعتقد ربما حلقة صحاحة للمعلومة اذا كان صحة ولا لأ ظابط المعلومات يمكن يكون مميز اكتر في هذا الامر يعني طبعا طبعا يعني لديه كفاءة اقصى انت بتبقى مؤتمد على المعلومات نعم وعملية المتابعة والحاجات دي كلها وشايف ده ايه وده بيطلع ايه وده بيطلع ايه فبتديك الحنكة السياسية الامنية لذلك ساعتا ما نشوف فيديو مثلا زابط مع واحدة زعاق لها او زعاقت او اختلفت معها اقولك البيت دي او السيطة دي مش عنصر نشاط ليه نعم الفاظ اللي بتقولها والطريقة العشوائية بتاعتها مش واحدة مجرمة لمتمرزة مش محترفة مش محترفة نعم مش دخلة في تنظيمات مش دخلة في تا فبيبقى ليهم حوريه الكل الواحد يحتاج كتير بيرحل عن نيابة بيشوف المحاكمات في الحاجات دي كلها فعارف لهجتهم عارف الاسلوب بتاعهم او كده فاجأة شوف لك الفيديو وقولك لا دي هانم دي مش مخرباشة يعني مش زي القطط اللي بتخربش لكن هو لا يعتمد لا يعتمد في معلوماته او في محاضر تحيقاته على ما لديه من التعبيرات الحركية فقط ولكن لديه معلومات من اكثر من المصدر اه لا طبعا دي حاجة بتسترشد بيها نعم او كده لكن انا حمشي لك في الشارع اقولك ده مجرم ده مجرم ده كلام لا 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 لازم ادلة لا لازم ادلة لما انا ما شيرش زنباء ان بعض الظن اسم ممكن حاجات تتشابه على الواحد او كده او ما ليه فندي متاخد صورة عن رجال الامن السياسي تحديدا انهم بيلفقوا القضايا ويعني ومش لقيين مش عارف متهم حقيقي فبيحطوا متهم تاني الكلام ده ايه يا بيه ده موضوع شغل افلام نعم عشان تبقى الحبكة الدرامية كويسة نعم لكن انا لو حطيت واحد عنصه بنشاطه هو ملوش في النشاط ده تبقى مسخر تاريخي مزبوط ده انا بقل من امتي ده الواحد بيخاف قبل ما يكتب او يتكلم او كلام من ده هو اتأكد مرة واثنين وعشرة بالمتابعة نعم مش ده ده متقيل ده انا حتى ممكن ابقى على خلاف مع حضرتك وحضرتك عملت حاجة اقول اه بس ادعى خلاف معنا خلاف لكن الرأي كذا او كده لازم افصل بين رأيي الشخصي او مشاعري تجاه حضرتك وبين فعلك مزبوط لازم كده انت ممكن تكون مطارد على طارق خيرة او كده بس بيقول كلام صح لو انت عندك تفصل الحاجات دي يبقى انت كده نجاح بدا ليه هو بيبعث الكلام بكل الجهات تانية النيابة مثلا ولو في حاجة مش مزبوطة طبعا تكشف النيابة يعني ده الجمالة ما يبقى المتهم بيقولك ده ظابط محترم اه اما تسمع الكلمة دي من متهم يقولك ده ظابط محترم اللي بتهاني ما فيش متهم ممكن يقول كده بتحصل اه بتحصل يقولك لا ده محترم ما يعملش او كده الساعة اللي هو لاحظنا ان هناك دور اجتماعي تقوم به وزارة الداخلية عايزين نتكلم على الدور الاجتماعي اللي هو منافذ البيع بتاع امان اللي موجودة في الشوارع يعني بتتعامل مع الجمهور زي بعض الحاجات اللي هي وزارة الداخلية ببعض الازمات بتلاقيها بتتدخل خارج عنطات شغلها الامن يعني طيب ليه ده يعني وده ده حديث الكلام ده حديث يعني بعد 25 يناير او بعد 30 يوم اه هل هو تقليد لدور قوات المسلحة ولا ده دور اصيل داخل طبيعة عمل وزارة الداخلية هو لو تفتكر حضرتك الامن الغذائي بنتكلم عليه بقله مدة وبعيدنا عنه ورجعنا له تاني مش وليد اليومين دول بس معالي وزارة الداخلية او كده هوت يعني برضو ناحية الانسانية عنده مهمة جدا فرجع الزاقرة استعاد الزاقرة لوزارة الداخلية اللي هي عملية الامن الغذائي او كده اللي احنا كنا مفتقدين اذا ده ده جزء اصيل من طبيعة عمل الشرطة طبعا مش هدف التربح المالي او زيارة موارب ده لوزارة الداخلية لا دي بتبقى رخيصة يعني ارخص من البرة اه ما فيهاش الهامي شربحة او اي حاجة بسيطة او كده ما دي بتقدي للرسالة بتاعتي انه حفز على الامن هو بيسرق ليم عشان ياكل فبجيبلك بسعر كويس بزاف وبجوضة نظيفة طب معلش عزيزات الليوة يعني سؤال اخير عشان وقتنا طبعا بنلفظ الوقت الاخير اه هل تعتقد حضرتك ان هذا الدور اللي هو الدور الاجتماعي نجح فيه ازالة الفجوة اللي هي رسخها زي ما سياتك تفضلت وقلت الجند الانجليزي والعبس في شوارع مصر هل زالت الفجوة بين رجل الشرطة والمواطن العادي ما هي ده الدور اللي احنا بنعمله عشان نشيل حكاية اشرب اللبن نجيبلك العسكري او كلام منه لا خد السلعة رخيصة عشان ايه لا خد السلعة شوف العسكري بيجيبلك ايه شوف العسكري بيعملك ايه او كده نعم نبتدي نحسن الصورة الزهنية اللي احنا اسقنا ليها بدون وعي بين الرجل الشارع والجندي المرور العادي او كده او رجل الشرطة العادي او كده زيادت لو يا حضرتك كنت ضيفا جميلا اضفت اليه كتير جدا 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 واعتقد لساتك اضفت لسادة المشاهدين برضو هتمنى ذلك ان شاء الله وانا سعيد جدا جدا بتشريف حضرتك شرفتين الله كل سنة انتو طعيبين كل سنة وحضرتك طيب كل رجال الشرطة والشعب المصر امين يا رب امين يا رب شكرا جزينا زيادت لو الله يخلي حضرتك قلب شوف في نهاية الحلقة انا طبعا اسمحولي اتقدم بخلص العزاء والزميل محمد خليل رئيس تحرير البرنامج في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الاستاذ ياسر ابو بكر خليل وده ابن عمه البقاء لله او استاذ محمد وربنا يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله اشوف حضرتكم باذن الله بخير في الحلقات القادمة باذن الله لكم منها اطيب وارق الامنيات وكل عام والشعب المصري جميعا بخير في 25 يناير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة